معنا الآن من رام الله القيادي في حركة فتح مونير الجاغوب أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية سيد مونير في البداية تساعدنا نفهم الموقف حركة حماس من المقترح الأمريكي لأنه نسمع من أكثر من مصدر أشياء مختلفة يعني كلام السنوار هنا فيه رفض لما هو مطروح إذا ما كان على الأقل للشروط الموجودة فيه رد الآن الخارجية القطرية تقول لم نتسلم أي رد من حركة حماس متحدث باسم الحركة يقول لم نستلم شيئا كل ما عرض هو يعني مجرد كلمات ما في شيء مكتوب وموثق ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه التصريحات من قبل حماس بداية قبل أن ندخل في تفاصيل ما قاله السنوار مساء الخير أخ يوسف لك والسيد المشاهدين بداية حركة حماس هي حركة مرتبة في تسلسلها وفي إدارتها يعني أنا فلسطيني وأعلم كيف تدار الحركة وكيف تدار أمورها وبالنسبة للتصريح الصحفي بخصوص السنوار أعتقد أن لا يوجد في حركة حماس شخص ممكن أن يصرح بدون أن يكون هناك تصريح رسمي صادر عن الحركة على مواقعها الرسمية أو عن طريق رئيس مكتبه السياسي أو نائب رئيس المكتب السياسي أو أسامة حمدان في لبنان حماس من أول لحظة تحدثت وقالت بأن ما جاء في خطة بايدن هو شيء إيجابي ويبنى عليه واضح أنها اليوم تتحدث بأنها لم تستلم شيء مكتوب وشيء لترد عليه هي سمعت ذلك في وسائل الإعلام من الرئيس الولايات المتحدة وأجابت عليه إذا كان كما يتحدث بأنه إيجابي لأنه جزء من ما تحدث فيه قال بأنه ثلاث أجزاء الجزء الأول سيكون وقف مؤقت وسوف يقودنا إلى وقف كامل لإطلاق النار وهذا ما تبحث عنه حركة حماس حركة حماس استضمت بما يتحدث به نيتنياهو أنه لا يوجد وقف للحرب في قطاع غزة وأنه يريد ضمانات أمريكية أنها لن توقف هذه الحرب وحماس قالت أنها تريد ضمانات أمريكية أن خطة بايدن ستنفذ وسيتم إيقاف الحرب بالتالي المعضلة جميعها الموجودة هي في التصريحات الصحفية بايدن قال شيء نيتنياهو قال شيء حماس استمعت لشيء من بايدن وردت عليه كل الموضوع ما زال في وسائل الإعلام يعني الخبر الدقيق الذي أستطيع أن أتحدث عنه هو الذي صدر عن الخارجية القطرية أنه لم يتلقى ردا رسميا من حركة حماس ولكن السؤال هل حماس استلمت أوراق رسمية أو مبادرة رسمية هذا أيضا حماس سنفيه بالتالي الموضوع يعني فيه تركيبة غريبة عجيبة عم تحدث في هذه القصة القصة وهي حقيقة غير واضحة سيد مونير فعلا فيه فيه حلقات مفقودة في الوسطة وخصوصا أنه كمان الجانب الإسرائيلي والأمريكي فيه بينهم مشكلة في الصياغة حول موضوع وقت إطلاق النار بعد المرحلة الأولى التي طرحوا مكتب نيتنياهو وبالتالي فعلا رؤية الورق مهمة في هذا الإطار طيب الآن بالنسبة للسنوار عند تصريحه هذا لماذا يتحدث برأيك قفز مباشرة الحديث عن سلاح حماس أنه لن يوافق على أي مقترح فيه نزع لسلاح حماس هل هذا كان مطروح برأيك ضمن الاقتراح ضمن فقرات بايدن لأنه البعض قال أنه بايدن ترك موضوع اليوم التالي بعد الحرب مفتوحا بدون ما يرجع يحكي زي زمان القضاء تماما على حماس وبالتالي ما الذي دفع برأيك إحيى السنوار للقفز مباشرة والقول أنه حماس لن تترك سلاحها لأنه جزء من وجود حركة حماس وجزء من قوتها في قطاع غزة هو هذا السلاح بالتالي شيء الطبيعي أي شخص في مكان هذا الرجل أن يكون متمسك هذا إذا التصريحات صدرت عنه أنا لا أعلم مدى دقته حتى هذه اللحظة حاولت أن أتابع الموضوع لأنه ولا جهة في حركة حماس أكدت هذه المعلومات أو أكدت التصريح الصحفي وممكن السنوار قام في 7 أكتوبر ومتربدون علم المكتب السياسي لحركة حماس بذلك إذا كان هذا التصريح صحيح فهو سوف أيضا يخلق مشكلة جديدة لحركة حماس في التعامل على كل حال ما يصدر عن أسامة حمدان من لبنان أنه يتحدث بأنهم على اتصال دائم معه ويشاوروا في كل صغيرة وكبيرة وهو يجيبهم هذا حديث أسامة حمدان يعني ممكن أن يكون هذا التصريح صحيح وأنا يعني أعتقد أنه في نوع من الصحة لأنه يعبر عن أفكار السنوار هو فعلا لن يتخلى عن هذا السلاح ولكن يعني السؤال كمان البطرح نفسه فلسطينيا تحديدا في قطاع غزة أنه يعني بعد كل هذا الضمار وبعد ثمان شهور هل موضوع خاضع أنه لإيقاف الحرب فقط لإطلاق صراحة بعض الأسرى الفلسطينيين طبعا في مواضيع أخرى أيضا مطروحة على الطاولة هذه المواجهة انطلقت بمشروع كبير والآن أنت تنظر يعني من طلقت من أجله هذه المواجهة كان كبير والآن يتقلص يعني الآن يتحدث فقط عن إيقاف الحرب طيب سيد بنير وقد يكون هناك عملية تبادل ولكن أنا أخشى ما أخشى وتحدث في ذاك أكثر من مرة قد تكون صفقة تبادل أو إطلاق صراحة الأسرى في قطاع غزة مقابل فقط وقف إطلاق النار طيب الآن أيضا في عرض من السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أنه ممكن أن تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن بعد انتهاء الحرب يعني البعض لم يفهم هذا التصريح وبدأ حتى منتقد أنه ليش بعد الحرب ومن سيبقى بعد الحرب ومن الذي سيسيطر بعد الحرب يعني الكل في فلسطين يدعو إلى وحدة الصف إلى المصالحة التصريح برأيك هل كان موفق يعني هل لماذا بعد انتهاء الحرب وكأنه يريد يعني لمن يقرأ بين السطور أنه خلصونا من حماس وبعدين احنا بنعمل حكومة وحدة وطنية مع من بقية يعني بهذا الشكل وكأنه يتحدث شو المعنى يعني بعد الحرب الحكومة مصالحة وحدة مع مين أنا لا أعلم من يعني من تحدث إذا سمحت لي أول شيء أنا لم أعلم ولم أستمع ولم يتبادر لذهني ولن مشاهد أي تصريح صحفي صادر عن السلطة الفلسطينية بخصوص حكومة بعد الحرب أنا يعني أنا استمعت يوم أمس للأخ حسام بدران من حركة حماس هو قال بأننا يجب أن نكون بعمل حكومة وحدة وطنية الكل يكون مندمج فيها والسيد اسماعين هني أيضا تحدث في نفس الإطار أما عن حركة فتح لم يزر تصريحات أو عن السلطة الفلسطينية لأنه هناك حكومة شكلت منذ أقل من شهر حتى هذه اللحظة بالتالي لا أعتقد أن هذا التصريح دقيق مع احترامي الشديد لمصادرك الصحفية ولكن حقيقة هذا التصريح غير موثق أو صادر عن السلطة في كل الأحوال هناك اجتماع في يعني بس خليني أقول أنه هو يعني منقول عن مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي رئيس السلطة رئيس الوزراء عفوا يعني بقول أنه مستعدين يعني لتحمل مسئلياتنا اعتبارا من اليوم التالي ويعني تشكيل حكومة بعد الحرب في غزة هذا فرق كبير فرق كبير أخي يوسف يعني هو بقول مستعدين لتوحيد الحكم بعد حرب غزة أو حتى حركة حماس تتحدث بهذه الطريقة أنه ما بعد يجب أن يكون يوم فلسطيني فيه وحدة وفيه التحام وفيه قرار واحد وحكومة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد بس السؤال بعد اليوم التالي للحرب هل إسرائيل سترحل عن قطاع غزة والضفة الغربية والكدس نحن نتحدث عن وحدة الأراضي الفلسطينية كاملة هنا المعضلة الكبيرة الآن ليست في اتفاق فتح وحماس فقط المعضلة هل الاحتلال سوف يخرج من قطاع غزة هل سوف يخرج من الضفة الغربية هل سوف يخرج من الكدس هل سوف يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية أو علاقة بالحقوق الفلسطينية سؤال أخير هنا وربما ليس جديد لكن السؤال الأخير هنا أنه الآن نحن نرى المفاوضات والمفاوضات جارية والوسطاء موجودين برأيك ما سبب عدم وجود السلطة الفلسطينية هنا هلأ أنت ممكن نقول بعض يقولون أنه ما لهاش كلمة على حماس أو في غزة لكن يعني أن يكون القرار والاتفاق زي ما حضرتك حكيت في الأول أنه قد تنتهي على لا شيء هنا هذا لا يعزز الانقسام داخل السلطة وداخل فلسطين هنا هل السلطة هي اللي لم تبادر ولا في جهات لا تريد للسلطة أن تكون ممثلة في هذه المفاوضات على الأقل عشان تعرف تكون شو عم بيصير يعني في النهاية لو أخ يوسف إذا يعني النقاط تكون على الحروف يعني حركة حماس منذ عام سبعة وثمانين منذ انطلاقتها وحتى هذه اللحظة وهي يعني تعمل على تحييد منظمة التحرير ولاحظ كل المراحل التي مرت فيها حتى سبعة أكتوبر هي كانت تعتقد بأنه هذا يوم لحركة حماس ستقطف ثماره لوحدة ولا تريد أي شريك معها يعني زي الفريق ما بدهاش شريك على كل حال يعني في الحديث الذي يدور بيننا وبين حركة حماس الآن بهدوء نحن كنا لهم أنه يعني لا يصلح أن تبقى حركة حماس لوحدة الآن حركة حماس تتحدث عن الفصائل في قطاع غزة أو تتحدث عن مشاورة الفصائل في قطاع غزة ما زال يعني هناك مشكلة حقيقة عند حركة حماس وليس عند السلطة ولا عند فتح ولا عند منظمة التحرير في هذا الملف على كل حال يعني إحنا في كل الأحوال يعني اتفقنا أو ما اتفقنا مع حماس الكل مجمع على إيقاف هذه الحرب ورحيل الاحتلال عن قطاع غزة والأراضي الفلسطينية هذا هدف مشترك الآن حركة حماس أيضا جاءت إلى برنامج منظمة التحرير الذي له علاقة بالدولة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وتحدثت في ذلك في أكثر من مرة بالتالي القواطع كثيرة الآن بيننا وبين حركة حماس بقي اللقاءات التي تجري الآن في القاهرة والصين التي قد تأخذنا إلى صيغة معينة وإلى توافق معين أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من رمالة القيادي في حركة فتح منير الجغوب بالتأخذ